لهذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور فؤاد نبيل أبو غزالة مدير عام الإدارة العامة لشؤون مركز صحية بوزارة الصحة دكتور فؤاد أهلا بك في أخباركم حياكم الله يا مرحبا وساكم الله بالخير جميعا وعلى الأخوة المشاهدين أهلا وسهلا فيك نورتنا في أخباركم دكتور بدنا أن نعرف معلومات أكثر عن هالعيالات المتنقلة وما تقدمه وما كانت شارة بالتحديد في البداية بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أحبا نتقدم بالشكر لقناة المجد على هذه الاستضافة الكريمة أهلا بك كما تفضلت سابقا خلال الفترة السابقة تم إطلاق مشروع العيادات المتنقلة وهي أحد المبادرات المدرجة تحت مبادرة إصلاح وعادة هيكلة الرعاية الصحية الأولية والتي تعنى بشكل مباشر للمستفيدين في مختلف مناطق المملكة حيث تقدم للخدمات أو استفاد من هذه الخدمات المقدمة حوالي 85 ألف مواطن ومنهم لهم أهلية العلاج داخل المملكة في كم منطقة أبو خلال نتكلم عن الماطق الرئيسية أو المحافظات أو الهجر؟ صحيح العيادات المتنقلة بالمقام الأول تستهدف التجمعات الطرفية والتي لا يوجد بها خدمات صحية بتلك التجمعات يعني نتكلم أنها بديلة للمراكز الصحية صحيح هي ليست بديل بشكل كامل وإنما هي حل للمناطق التي عدد التجمعات السكانية التي بها تجمعات بسيطة نتكلم عن عدد مساكن بسيط يبدأ من 10 مساكن إلى حوالي 100 مسكن تلك المناطق لا يوجد حوالينها يعني بنطاق مسافة وزمن معين حوالي 20 كم من نقطة صحية يتم استهدافها بالعيادات المتنقلة تقريباً ثم تغطيت حوالي 100 تجمع سكاني طرفي بمختلف مراطق المملكة بعدد 10 عيادات متنقلة كمرحلة أولى وبإذن الله القادم سيكون هناك مرحلة ثانية للمشروع سيتم الإطلاق إن شاء الله بمختلف عام 2022 نعم دكتور فؤاد نحن نتحدث عن عيادات متنقلة وهي جاءت يضم المبادرة وهي صراحي عادة هيكة الرعاية الصحية وهذه المبادرة يعني أحد المبادرات التي أطلقتها وزارة الصحة لو تحدثنا تحديداً عن هذه العيادات وهدفها تحديداً وعلى أعداد اللي وصلتوا لها حتى تاريخنا هالي يوم الهدف منها زي ما تفضلت لك أنه يتم تقي تجمعات السكانية الضرفية من خلال تقديم جميع الخدمات تقديباً المقدمة في المركز الصحي هي عبارة عن مركز صحي متكامل متنقل يوجد بها عيادة للأسنان يوجد بها عيادة للفحص يوجد بها أيضاً كله أولي طبعاً طبعاً كمركز صحي متكامل يعني هي الخدمات التي تقريباً تغطي 70% من احتياج المواطن من ناحية تلقي الخدمات الصحية كمتابعة أمراض مزمنة تحسينات للأطفال متابعة الأمهات والحوامل مثلاً تطعيمات هل التطعيمات مثلاً المدرجة؟ نعم التحسينات المدرجة التطعيمات المدرجة سواء الموسمية أو التطعيمات الكاملة للأطفال نعم وأيضاً خدمات عيادات الأسنان موجودة بها طيب لو إحتاج مثلاً أحد المواطنين الاستفادة من هذه العيادات المتنقلة كيف ممكن يجد أماكنها؟ هل مثلاً معلنة بأماكن معينة؟ أو هي تتحرك متنقلة شهرياً أسبوعياً؟ كيف طريقتها؟ أشكرك على هذا السؤال طبعاً يتم الإعلان في كل منطقة عن توجه العيادة للقرية أو الهجرة التي ستذب لها ويتم الإعلان عن ذلك في وقت مسبق ويتم جدولتها تقريباً كل عيادة تمر على التجمع الطرفي مرتين بالشهر قد يزيد عدد الزيارات للتجمعات وفقاً للإحتياج الموجود بالوقت الحالي يتم الإعلان عنها تكون متواجدة في منطقة بارزة لجميع الأهالي والسكان بحيث يسهل عليهم الوصول إليها وأيضاً هي مجهزة بكافة التجهيزات للدخول لها ففي حالة سمح الله أن القادم كبير بالسن أو شخص مقعد منالك مصعد يتم رفع الشخص به ويتخاله بداخل العيادة طيب كم عددها الآن من عيادات المنتنقلة المجهزة؟ حالياً العيادات المتنقلة التي تم إطلاقها بمختلف مناطق المملكة حوالي تسع مناطق داخل المملكة عشر عيادات موزعة على تسع مناطق المملكة وفقاً للتجمعات الطرفية التي تواجد بها عدد سكان لهم الأولويات لمرحلة أولى لإطلاق الخدمات لهم وبإذن الله المرحلة القادمة سيتم دعمها بعربات أخرى بنفس الحجم وعربات أخرى أيضاً بالتوجه للمناطق التي يصعب وصول لها العربات الكبيرة بإذن الله تعالى بإطلاق التلقية لأماكن أبعد وأكثر وعور بإذن الله وإحنا في منصة تخباركم أيضاً سنتابع معكم هذا أولاً بأول دكتور فؤاد نبيل أبو غزالة مدير عام الإدارة العمل الشهور المراكز الصحية بوزارة الصحة شكراً لك على هذا التوضيح نتقل مشاهدة كراماً الآن إلى رصد